من القصص التي تحولت إلى التاريخ في مرحلة من المراحل هل التيار الصدري كان سبباً في عدم أن يكون السيد العبادي في ولاية ثانية؟ سوء التخطيط، سوء الإدارة، سوء إدارة المرحلة ضربتك إليك منعتك أن تكون رئيس وزراء مع الألم كانوا الأقرب إليك هناك أظن أسباب متعددة وحدة من هنا هي الذي أثير في البصرة البصرة كانت في الشهر التاسع 2018 بعد أن انتهت أزمة المياه تدري الجو في نهاية أكتوبر وبداية سبتمبر أو نهاية الثامن وبداية التاسع يتحسن يعني ما يصير ذاك الحال في الشهر السابع أو الشهر الثامن مع ذلك تشوف عشر الأيام الأولى بعد خصوصاً مع عقد مجلس النواب في الجلسة الأولى وصار في مجلس النواب أنه العبادي يحقق الكتلة الأكبر وبالتالي واضح هو المرشح أي في ذلك الأسبوع لاجتماع البرلمان كان يوم الإرثين بدت أكو صارت اجتماعات معينة بين الكتل جانبية مو تائر الصديق، تائر الصديق لم يشترك في هذه قطعاً وصارت أكو قلاقل بالبصرة وبالمحافظات بدت تشتعل الأمور تشعل عن عمد الغاية منها أنه يظهر كأن العبادي غير مسيطر المحافظات الجنوبية بدت تسقط وهنا قسم قالوا هذا الهيار 8 يار داعش في هنا أكو فرق داعش عدو داعش عدو خارجي يسقط كل الدولة الجماعة متنافسين سياسيين ما يجدون أن يسقطون الدولة وما يقصون إنما يريد بينها يضرب مثل ما مرة قلوا لي هذا اعتداء على السياسة على السياسة متظاهلين دخلون مكتب رئيس وزراء قلت لهما هذا عمل خطأ بشكل مسمو اعتداء على السياسة مواطن عراقي دخل مكتب رئيس هذا خطأ كونه ضرب سياج سلق على السياس بوابة كسرها ودخل هذا خرق ومخالف القانون بشكل مؤتداء على السياسة عراقي دخل المكتب ما لست أشوفه ما لست أحقد ولا أقول هذا وبالأخير أثوري يكون أقتل الناس مواطن أخطأ تقتله؟ هذا الاختلاف مع الأخوان لما يخطأ الإنسان تقتله؟ حتى لو اعتدأ اعتداء معين عاقب الطريقة معين بس مو تقتله مو تعتدي عليه مو تعذبة نبقى بإطار الإجابة هاي الوثقة للتاريخ سيادة الرئيس يتحملها التيار الصدر ضياع الولاية الثانية أم نيران حزب الدعوة إياه الولاية الثانية يعني أكو نوع من الاجتماع على هذا الموضوع بالدقة مثل ما هي من الآخر دكتور خلأ أقول التالي قطعا أكو قطاع كبير في داخل كتل اللي أنا كنت بها ما تريد يتكرر لعباتي السبب بسيط قصة نجاح رح تكشف قصة فشل مو صح؟ كل شواضحة كانت أقول كانت أذية من قصة النجاح بعضهم لما يتكلم تقول تعال تعال على شنو تعترض تعترض على الأمور الزينة على عدم تحيين الأقارب على عدم استخدام المال العام على شنو تعترض يعني يصفن ما عنده سبب معين فالجزء المحدد تدري أي قصة نجاح تكشف قصة غلل وقصة فشل ربما هذا كان محرك أساسي أن لا تكون هناك قصة نجاح هذا رقم واحد رقم الثاني أصبح قسم أبرزة من الانسداد السياسي وهو مسارة مشاكل في البصرة وفي بعض المحافرات الجنوبية في صيف 2018 وهو مصنوح قسم تصوره ورح ندخل إلى اقتتال داخلي فأصبحوا يبحثون عن بديل هذا اللي صار التيار الصدس كان من المشاركين في البحث عن بديل لأن الصور تخلنا في صراع معين سوف لن نخرج منه ربما حتى بعض الخيرين الآخرين تقلقوا بهذا وأنا ما كانت عندي مشكلة في هذا الموضوع لهذا شوف برسم باركة بالبديل لأنه أرى أنه نية صالحة لهذا العمل هسا قد تتفق معها ولا تتفق معها بس النية كانت صالحة لإيجاد خيار أمام الانسداد اشتركوا في القناة